حضر الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيت من التبعات الخطيرة لقيم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة رفح بقطع غزة شدد أبو الغيت على أن نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح على مئات الألاف من الفلسطينين يعد خطة مكشوفة ومرفوضة على طول الخطة كما أكد أبو الغيت أن الخطة الإسرائيلية تنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي مشيرا إلى أن دفع مئات الألاف للنزوح من القطاع هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هذا فضلا عما يمثله من إشعال خطير للموقف في المنطقة عبر تجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي المصري